حكاية اليوم الظبي يبحث عن صديقي حل الظلام فحضنت الظبية صغيرها وحكت له قصة الأرنب الأبيض الذي أنقذه صديقه من منذقية قناص فقال الظبي الصغير أريد أن يصبح لي صديق يساعدني وأساعده يا أمي قالت الظبية حسنا يا صغيري ابحث لك عن صديقه خرج الظبي الصغير ظهرا وظل يمشي حتى رأى سنجابا رشيقا ذا ذيل طويل كثيف الشعر فحياه وطلب منه أن يدله على منبع ماء قريب لكن السنجاب نظر إليه غير مبالم وقال ما كان عليك أن تفارق أمك عد إلى بيتك قال الظبي في نفسه هذا سنجاب متعجرف لا يصلح أن يكون صديقا اشتد العطش بالظبي فواصل سيره إلى أن وصل إلى نهر يجري فيه ماء عذب ظهر أمامه قطيع من الوعول الصغيرة تلعب وتقفز قال الظبي للوعول الصغيرة هل ألعب معكم رحبت الوعول الصغيرة بالظبي أخذ الظبي الصغير يجري ويقفز ويمرح مع الوعول الصغيرة وفجأة صاح أحد الوعول قناص قادم على القنص عازم لا تلعبوا هاي يهربوا تفرقت الوعول هاربة عندئذ تعثر الظبي الصغير وبدأ يتمره ويتوجع فخوفه من القناص جعله يفقد توازنه ويسقط على الأرض لم تكترت له الوعول وجرت لتنقذ حياتها إلا وعلا صغيرا رجع ليسعف الظبي ويساعده على الهروب قال الظبي للوعول الصغير أنا عاجز عن المشي أهرب أنج بنفسك أجاب الوعول لن أرتكب غلطة وأتركك في هذه الورطة بقي الوعول بجانب الضبي الصغير حتى نجح في مساعدته على الوقوف على قوائمه منذ ذلك الوقت أصبح الوعول والضبي صديقين حميمين لا يفترقان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة